اشتركوا في القناة ايضا مربح مصالة وزير حمار من شبيبات السورة والمهاجم محمد بن خابلية من جمعية وهران وبخصوص نجوم المنتخب الوطني الأول أكدت الفاف أنها لم تتدخر أي جهد في جلبهم لتعزيز السوف في منتخب الأمالة الذي يستعد لخوض الأولمبيادة وأشارت أنها بدت استعدادها الكامل للتكفل بشق أجور اللاعبين وتأمينهم غير أن الأندية الأوروبية لم تستجب لطلب الفافة في المقابل ضمنت الفاف مشاركة لعب السد القطري بغداد بنجاحة في انتظار ضم لعبين أخرين من صنف الأكابرة أما عن منصب حراسة المرمى في الناخب الوطني رفقة طارق نوية ومدرب الحراسة ارتأى توجيه دعوة لثلاثين محلي ويتعلق الأمر بعبد القادر صالحي فاريد شعال وأسامة متحزم لتتبخر فراضي الضمها برايس بوحي لكتيبة شيرمانة في انتظار اقتراب موعد الأونابيادة يبقى أمام الناخب الوطني طاربوسين واحد بأعلي تيكشدا شهر رمضان والثاني بالمركز التقني بسيدي موسى تتخلى له مبارتين وديتين أمام المنتخب العراقي